اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله في هذه الحلقة ان شاء الله نتكلم عن فقه النبي صلى الله عليه وسلم مع السنن سنن الله في الافراد في بناء الدولة في الحضارة كيف تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع السنن الجارية عليه الصلاة والسلام والسنن هي احكام الله في هذا الكون المؤثرة في الافراد والمؤثرة في الانسان في كل زمان ومكان فنلاحظ ان الرسول صلى الله عليه وسلم اهتم بالشخصيات القيادية في دار الارقم بن ابي الارقم وبالتالي من سنن الله في انتشار هذا الدين اختيار الشخصيات اهمية القيادة في قيادة الحضارة الاسلامية فيما بعد ايضا اهمية الجانب الاخذ بالاسباب والاستفاء التأسيسي ثم بعد ذلك المواجهة ثم بعد ذلك التمكين من اشهر السنن التي تعامل معها الرسول صلى الله عليه وسلم سنة تغيير النفوس له معاقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم هذه السنة ايضا سنة التدرج ايضا سنة الابتلاء ايضا سنة الاخذ بالاسباب ايضا سنة التمكين ففي سنة كثيرة تعامل معها النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة النبوية الان الركز ان شاء الله على سنة التغيير في قول الله تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم الواقع اللي جاء في النبي صلى الله عليه وسلم كان واقع فيه ظلام فيه انحراف وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله اهو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات فوصف ذلك الواقع بالموت لاننا بعيدين عن التوحيد الصحيح بعيدين عن العلم بعيدين عن المعرفة او من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الظلمات في وسط الظلمات كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها نلاحظ ان الرسول صلى الله عليه وسلم في تغيير النفوس اهتم عليه الصلاة والسلام بأركان الإيمان الستة فكان الصحابة رضو الله عليهم قبل الدخول في الإسلام لهم نظرة ناقصة فيما يتعلق بالذات الإلهية فالرسول صلى الله عليه وسلم من خلال المنهج غرس فيهم عرفهم بالإله العظيم المنزه عن صفات النقص الذي له صفات الكمال المطلقة من خلال الآيات القرآنية وأسماء الله الحسنى وصفات العلى التي جاءت في القرآن الكريم الله يعلم ما تحبل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخدم بالليل وسارب بالنهار فبدأت النظرة تختلف في نظرتهم إلى الله سبحانه وتعالى صاحب الكمال المطلق في علمه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حب في ظلمات الأرض ولا رقب ولا يابس إلا في كتاب مبين فيما يتعلق بعلم الله وما تكون في شان وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيذون فيه وهكذا بدى الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف الصحابة رضو الله عليهم بالإله العظيم بأسماء الحسنى الحكيم العليم العزيز القوي من خلال الآيات القرآنية فأصبحت معرفة حقيقية لله سبحانه وتعالى أفردوا بها العبادة لله وحققوا بها التوحيد وحاربوا بها أنواع الشرك فيما يتعلق بالكتب السموية الصحابة رضو الله عليهم لم يكن عندهم أي تصور عن الكتب السموية فبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال المنهج التوراة والإنجيل والزبور والقرآن الكريم الذي كان يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة رضو الله عليهم لم يكن لهم أي تصور على مقام النبوة أو مقام الرسالات السموية أو موكب الأنبياء والمرسلين السابق فتعلموا ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن الكريم امتداء من آدم إلى نوح إلى هود إلى صالح إلى إبراهيم إلى إسحاق إلى يعقوب إلى إسماعين عليهم الصلاة والسلام فأصبح لهم معرفة بموكب الأنبياء الذين دعوا إلى التوحيد وبالتالي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم فيما يتعلق بالقضاء والقدر يعني نظرية القضاء والقدر أو عقيدة القضاء والقدر أيضا استمدوها من تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم فبين لهم عليه الصلاة والسلام مراتب القضاء والقدر فيما يتعلق بعلم الله فيما يتعلق بمشيئته المطلقة فيما يتعلق بخلقه فيما يتعلق بالكتابة من خلال آيات القرآنية فيما يتعلق بالملائكة الصحابة رضي الله عليهم ما كانش عندهم أي تصور على الملائكة فجاء المنهج القرآني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يربي في أصحابه على أركان الإيمان الستة بعدما تغيرت النظرة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم أصبحت لهم سلوكيات وأخلاق تنسج مع هذه العقيدة ومع هذه النظرة فكانت بداية التغيير من أعماق النفس البشرية وبداية التغيير في تنوير العقول وتطهير النفوس وحياء القلوب وبعد ذلك عليه الصلاة والسلام تعامل مع كل هذه السنن في سيرته طبعا الوقت نريد أن نفتح المجال ليعلق لنا الشيخ علي على سنن الله وكيفية تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم معها جزاك الله خيرا فضيل الدكتور علي على هذا العرض الطيب الذي فعلا أمتنا تحتاج إلى هذه الأمور لتسير على هذه السنن حقيقة الأمم السابقة والأمم اللاحقة ما عدا الأمة المهتدية بالوحي الصحيح كان لديهم خلل كبير جدا في قضية السنن فإما أن تميل هذه الأمم إلى السنن المادية والأسباب المادية أو أنها تميل إلى الجانب الروحي فقط دون الأخذ بالجانب المادي ولكن جاء الإسلام مع أنه دين من عند الله سبحانه وتعالى ولكن أولى عناية كبيرة جدا بهذه الأسباب المادية وبهذه السنن المادية التي تطرقتم إلى بعضها فمن هنا حقيقة أزال الإسلام هذا الخلل يعني سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في مسيرته المباركة حقق هذا التوازن فقه الميزان وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصد شوف في هجرته صلى الله عليه وسلم أخذ بكل الأسباب التخطيطية وكذلك العيود وإزالة الآثار وكذلك اتجاه معاكس وإلى آخرها ومع ذلك قلبه مع الله سبحانه وتعالى لم يخفى اللحظة وإيمانه مطلق بأن الله يحميه كذلك في غزوة بدل أخذ بجميع الأسباب المتاحة وأخذ برأي الصحابي حتى استفاد من الشمس حتى يجعلوه وراءهم واستفاد من الماء هذه كلها سنن ومع ذلك لم يخفل من الدعاء وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى مع كل هذه الأسباب حتى بالغ في الدعاء فهذا هو الإسلام العظيم الذي يقوم على هذين الجناحين من أجنحة السنة ولذلك رب العالمين لما تكلم عن ذي القرنين وبيّن بأن الله سبحانه وتعالى آتاه من كل شيء سبب اللفظ سببا أو سبب تكرر في القرآن الكريم خمس مرات أربع مرات حول قصة ذي القرنين لأنها هي تتكلم عن قصة الحضارة بناء الحضارة فأتبع السبب اتجاه نحو المشرق فأتبع السبب اتجاه نحو المغرب أتبع السبب بناء السدود والحضارة أيضا أتبع السبب وهذا طبعا كلمة سببا هنا نكرة والنكرة إذا تكررت يراد بها معنى غير المعنى الأول معنى ذلك أسباب التمكين غير أسباب التوسع وأسباب التوسع نحو المشرق غير أسباب التوسع نحو المغرب وأسباب بناء الحضارة والجسور وما أشبه ذلك هي أيضا غير أسباب بقية الأسباب هذا إن دل على شيء فإنما يدل على تعدد الأسباب وتعدد السنن ولكن بهذين الجناحين العظيمين وهو الجناح الاعتمادي على الله سبحانه وتعالى في كل شيء وجناح الأخذ بالأسباب المادية بكل ما يمكن أن يستفيد منه الإنسان بارك الله فيك فضلتي الشيخ وعندي سؤال لدكتور نور الدين علاقة فقه السنن بعلم المقاصد وعلاقة علم المقاصد وفقه السنن في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث التغيير شكرا كفضيل الشيخ علي على هذا التقديم وعلى السؤال قبل أن أجيب الحقيقة أنا أريد زاوية أبدأ بها ثم أنطلقي إلى السؤال إن شاء الله الزاوية هي زاوية تتعلق بمفهوم السنن من منظور محرر وواسع كما استقر في السيرة والوحل عنا السنن النبوية ثلاثة أنواع ثم نوع يسمى السنن النبوية الشرعية المعروفة في علم الحديث بما ثبت عننا بي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وعنا أيضا نوع ثاني هو قليل بالنسبة إلى النوع الأول وهو ما يعرف بسنة القصد وسنة الترك وسنة السكوت وهي نوع يتداخل مع النوع الأول لكنه بارز من جهة ما تبرز مثلا القصد النبوي كما جاء في كلام العلماء السابقين يعتبر في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم متابعته في قصده وقصد عليه الصلاة والسلام عادة بناء البيت وقصد الفعل الفلاني فهذا القصد كان مبعثا على سياسة أو موقف فيه تجميع كلمة أو فيه ترفيع معنى إلى آخرين وعن النوع الثالث من السنن برؤية استقرائية وبنظر فسيح وهو ما ذكرت حضرتك فيما يتعلق بالسنن الكونية والسنن الإنسانية والاجتماعية كل هذه الأنواع الثلاثة استقرت في السيرة والسنة واستقرت كذلك في لوحة الإلهة نعود إلى سؤالك جمعا بين السؤال وبين السنة القصدية اعتبار المقاصد اعتبار الغايات هو سنة من السنن بمعنى منهج من المناهج أن يلتفت المسلم إلى المستقبل وأن يخطط مستقبلا وأن يستشرف المستقبل هذا من السنن نحن عندما نرسل أبنائنا إلى المدرسة من السنة الأولى على أمل أن يتخرج في الجامعة أليس هذا استشرافا مستقبليا بعد مراحل جامعية ومدرسية ومعهدية بعد عشرين سنين يتخرجوا وظيفة معينة أليس هذا استشراف المستقبليا وأحد العلماء المفكرين توفي منذ سنوات وهو أسميه وهو دكتور حسن الترابي سمعته مرة في الجزيرة في برنامج شاهد على العصر ذكر أمورا مهمة منها قال قال نحن أمة الإسلام نؤمن بيوم القيامة وهو أبعد مدى في الزمان والمكان والحال وكل المسلمين يعدلون حياتهم الدنيوية على هذا اليوم الموعود على يوم القيام مع ذلك بعضنا لا يخطط له بغد يعني نؤمن بيوم القيامة وهو أبعد نقطة في التخطيط المستقبلي والاستشراف المستقبلي وأحيانا تخطيطنا لدى بعض المسلمين إلى الأقرب والقريب ما دون يوم القيامة لا يكون بمستوى إيمان بيوم القيامة فإذن المقاصد لها علاقة بالسنن والنبي صلى الله عليه وسلم من سننه القصدية والمقاصد وأي مسلم له حظه من السيرة في موضوع السنن فمن أخذ بالسنن سنة التدرج مثلا فهو على سنة ويؤجر بناء على ذلك ومن أخذ بسنة مثلا سنة الضحاء أو سنة العمر أو أي سنة معروفة أو من أخذ بسنة تكوين الجيل وبناء الناشئة على المعرفة والعلم فهو في سنة وكلها سنن وكلهم وكل المسلمين من رسول الله ملتمس سواء بالنوع الأول أو النوع الثاني أو النوع الثالث ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلها والله وليه التوفيق برك الله فيك دكتورنا الدين وجزاك الله خير ننتقل للشيخ محمد للتعليق على فقه السنن عند النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الله سبحانه وتعالى أن السنن الاركونية لا تحابي أحدا وأنه لا يمكن معارضتها وأنها لا بد من السير على نطاقها ولذلك بيّن شيخنا أبو خالد الشيخ علي الميزان في بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله سبحانه وتعالى فبيّن أن الأخذ بالأسباب واجب وأن ترك الأسباب معصية وأن التوكل على الأسباب شرك بالله فإذا التوكل على الأسباب شرك وتركها معصية فهذا ميزان لا بد منه الرسول صلى الله عليه وسلم بنى عمله الجماعية على خمسة أركان كلها من الأخذ بالأسباب الركن الأول الربانية والركن الثاني التربية والركن الثالث الإخاء والركن الرابع الأخذ بالأسباب والركن الخامس التدرج والمرحلية هذه الأسباب الخمسة وضحت جدا في الهدي النبوي في العهد المكي بارزة فمنها مثلا أنهم مكثل ثلاث سنين لا يدعو إلا من يثق به ثلاث سنوات لم يعلج الدعوة للناس فمكثل لا يدعو إلا من يثق به فكانت دعوة فردية ثم بعد ذلك أذن له بالجهر بالدعوة فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فحينئذ صدع بدعوته وقسم المستجيبين له إله لا تقسام القسم الأول الذين يصلحون لتحمل أعباء هذه الرسالة وهم صالحون للمسؤولية وليس لديهم عوائق في أنفسهم ولا في المجتمع من حولهم وهؤلاء أهل دار الأرقم جعلهم في دار الأرقم ويكفي من ذلك قال أخذ بالسنن فإن قريش كانت قبل البعثة من قسمة إلى حلفين حلف لعقة الدم وحلف المطيبين حلف المطيبين منهم بنو هاشب وأعداؤهم لعقة الدم منهم بنو مخزوم وبنو عدي فالأرقم بالأرقم شاب من مخزوم من لعقة الدم وداره على الصفاء وهي قريبة من الماء من زمزم قريبة من البيت ولها ساتر أمني فمن خرج منها ودخلها في أي وقت من ليل أو نهار يظن الناس أنه يصعب من الصفاء والمروى ويمكن أن يوهم الناس ذلك فهي لها ساتر القسم الثاني الذين يصلحون لهذا الأمر وليس لديهم عوائق في أنفسهم ولكن لديهم عوائق في المجتمع المحولين المجتمع متعلق بهم لبعض أنشطتهم وهؤلاء جعل لهم محضرا آخر غير دار الأرقم وهو دار سعيد بن زيدي بن عمري بن نفيل العدوي وهو شاب بن عادي بن كعب من لعقة الدم وفي بيته ابنة عمه فاطمة ابنة الخطاب أخت عمر بن الخطاب فكان هؤلاء في دار الأرقم في دار سعيد بن زيد منهم عبد الله بن مسعود وكان راعيا يرعى الغنم على الناس فلو أن قوما ظلوا شاتا من الليل فجاءوا يطلبون من مسعود فوجدوه بدار الأرقم لاكتشفها العمل ومنهم خباب بن الأرد وكان حدادا يصلحوا للناس الأبواب والنوافذ فلو جاء قوم يطلبونه من الليل يوجدوه بدار الأرقم لاكتشفها العمل ومنهم عمار بن ياسر وكان تاجرا يبيعه على الناس فلو أن قوما جاءوا يطلبونه من الليل فوجدوه بدار الأرقم لكتشف العمل القسم الثالث قوم لديهم عوائق في أنفسهم تمنعهم من تحمل المسؤولية في وقت السرية ووقت الشدة في الابتلاء وهؤلاء أعادهم إلى مجتمعهم كأبي ذر فقال له ارجع إلى قومك فاكم فيهم فإذا علمت أن الله أظهر نيف الحق بي وكذلك الطفيل بن عمرين الدوسي وكذلك عمر بن عبسة فكل واحد منهم قال له ارجع إلى قومك فاكم فيهم فإذا علمت أن الله أظهر نيف الحق بي فأولئك يصلحون للعمل العلني الجماهيري ويصلحون لوقت الليس فيه الامتحان والابتلاء الشديد وقد ذكر التودي في شرحه لجامع خليل أن مضرة الأقوال اغتفرت وأن مضرة الأفعال لم تغتفر فقال إنه لما كانت مضرة الأقوال صبر لها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لما جاءت مضرة الأفعال أذن بالهجرة وهذا الذي يقول فيه جدي محمد عليه رحمه الله اغتفرت مضرة الأقوال واعتبرت مضرة الأفعال لذاك لما إن جرى ما قد جرى من قصد إضرار الجسوم هاجرى بأمره جل وفي التوديجي ما قلته بجامع الجندي بارك الله فيك بارك الله فيك وجزاك الله خير الدكتور فضل بارك الله فيكم على هذه الإفادات ماذا نقول بعد هذه التنويرات الجميلة والرائعة من المشايخ الكرام لفت نظري الإمام الشاطبي عليه رحمة الله تعالى وتكلم في جزء المقاصد يتكلم عن ثبات السنن الله سبحانه وتعالى وأثر ذلك في الاستخلاف وأنه لا يمكن أن يستخلف الإنسان إذا كانت السنن مضطربة فالإنسان هذا ضعيف وهناك سنن تحيط به فلذلك سخر له الثبات الكوني الكون مثابت جريان الشمس القمر المواقيت الأعداد الحساب الزرع الحصاد الاختلاف الليل النهار الشتاء كل هذا ثبته الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك انتقل إلى بيان دور التكليف التكليف وعلاقة ذلك بالسنن بالسنن الإلهية فلا يمكن أن يحصل تكليف هنا كالطراب في السنن حول ذلك الفقهاء فقهاء المعاصرون يفتون في بعض البلدان الذي يضطرب فيها الليل والنهار بقياسات قياسات معروفة على واستنبطوا ذلك من حديث الدجال وجرت في ذلك قرارات مجامعية هذه كلها يدل على ارتباط التكليف بالسنن وإذاك ذكر فقهاء الشافعية أن الشخص إذا صل العصر في بلد ثم رحل وغربت الشمس في بلده ثم رحل إلى بلد آخر وجد الشمس قد طلعت مرة أخرى ولم يكونوا يستطيعوا في ذلك الزمن أن ينتقلوا إلا بالطيران اليوم في عصرنا فقال الرملي واختلفه وابن العبادي واختلفوا في الأصحاب الحواشي هل يعيد العصر أم لا يعيدها أم أنه أسقاط عن التكليف فانظر إلى أثر ثبات السنن وكذلك تكلم فقهاء العصر على الرجل الذي يطير بالطائرة اليوم مع دوام طلوع الشمس ماذا يصنع وكذلك هل يعيد مثلا أنه أفطر في المطار ثم صعدت به الطائرة أقلعت الطائرة به وراء الشمس فحكمه أن صومه صحيح وأنه قد أدى تكليف لأن التكليف قائم على الوسع والوسع من سنن الله في الأنفس ولذلك اشترط الأصوليون اشتراط الفهم واشتراط القدرة واشتراط الفهم ما يشمل الغافل ويشمل المكرى ويشمل الناس ويشمل تكليف السكران ويشمل كل ما له تعلق بالعقل والفهم لذلك هل الناس يأخذون الذي لم تبلغهم الدعوة في زماننا مثلا اليوم هناك بلوغ بلغت الدعوة ولكن بطريقة نوعية انتقائية مشوهة وكذلك القدرة القدرة لها علاقة بالسببية الحاصل أن السنة إذا راجعناها وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام من أولها إلى آخرها قائمة على السببية والانخراق السنن له عليه الصلاة والسلام كانت لأسباب معينة ولتثبيت أهل الإيمان والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى ليصحبكم بارك الله فيكم جميعا ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين إن شاء الله في بيزان حسناتكم وإن شاء الله نلتقي في حلقة أخرى إن شاء الله بارك الله تعالى لسيرة خير العبادي لهدي قويم لأكمل هادي تعالى لنمحوه همّا وغمّا ونرشوف نورا من الوحي بادي تعالى لنرفع شأن الحياة بنهج البناء وفيض السداد وهذه مجالي سبلح البلادي فأنص التفوز بالهدى والرشادي تعالى لسيرة خير العبادي لهدي قويم لأكمل هادي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر